اخبار الرياضة من قناة جلد زاد الالكترونية أهلا بكم البداية بالمنافسة القرية أينت عدل سلبا فريق شباب بلوزداد مع فريق النجمة الساحلي التونسي وادر حسابي الجولة الأولى من دور مجموعات للمنافسة رابطة أبطال إفريقيا في المباراة التي جرت على ملعب رادس بالعاصمة التونسية شباب بلوزداد كان الأفضل في اللقاء وكان أيضا قريب من فتح باب تسجيل في عديد المناسبات لكن دفاع وحارس النجم كان بالمرصاد كما عرفت المباراة تضيع فريق شباب بلوزداد لضربة جزاء عند دقيقة التسعين عن طريق المهاجم مرزوغي الذي ضيع على أبناء العقيبة فرصة قتل اللقاء وفي ذات السياق يواجه غدا فريق وفاق ستيف نادي حورية كونكري الغيني لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا النسر ستيفي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار للدخول في جو المنافسة مبكرا لكن مؤمورية الوفاق لن تكون سهمة أمام الفريق الغيني صاحب التقاليد الإفريقية الكبيرة في موضوع آخر تم صباحة اليوم الكشف عن الملاعب التي ستحتضن مباراية كأس إفريقيا للمحليين بالجزائر عبر الإذاعة الوطنية ويتعلق الأمر بخمسة ملعب وهي ملعب خمسة جوليا الأولمبي ملعب 19 مايو 1956 بعنبا وملعب الشهيد محمد حملاوي بقسنطينا وإلى الجانب ملعب وهران الأولمبي الجديد وملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبوليدة في انتظار التسريع في إنجاز وتيرة ورسكلة بالنسبة لملاعب التي ليست جاهزة بعد لاحتضان هذا العرس الإفريقي المقبل في موضوع آخر أعلنت الاتحادية الجزائرية كرة القدم اليوم الجمعة تمثيل المنتخب الوطني لأقل من 18 عام الجزائر في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 وجاء في بيان الفاف بأن اختيار منتخب أقل من 18 عام للمشاركة في هذه الدورة يأتي تنفيذا لاستراتيجية المديرة الفنية الوطنية وهذا في طال تحضير هذه الفئة للمنتخبة الوطن التي تنتظرها تحديات عديدة هامة على غرار الألعاب الإسلامية بتركيا 2022 والألعاب العربية بمصر في ذات السنة أيضا كما أكد الاتحاد الجزائر لكرة القدم حصوله على موافقة الفيفا لتسجيل هذه الفئة العمرية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 والآن إلى أخبار المحترفين أين أبدأ مدرب سبورتينج لشبون البرتغالي عزمه على الاحتماد على الدولي الجزائري إسلام سليماني في المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بنادي بورتو والتي تدخل في إطار الجولة الثانية والعشرين من الدوري البرتغالي وصرح مدرب لشبون خلال الندوة الصحافية الخاصة بهذه المباراة الجميع يعرف إمكانيات سليماني جيدا بالتأكيد ستكون خبرته في مصلحة الفريق كما أضاف ذات المتحدث سليماني سابق له التألق من قبل أقول في مثل هذه المواجهات والتسجيل ضد منافسنا المقبل وتبع المدرب نحن نعاول عليه مثل بقية اللاعبين في الفريق من أجل حسم النتيجة لصالحنا يذكر أن مباراة سبورتينك و بورتو ستلعب بعد قليل بداية من الساعة التاسعة والربع ليلا بهذا مشاهدين نصل وياكم إلى ختام هذا الموجز الرياضي نشكركم على حزن الإصغاء والمتابعة ترجمة نانسي قنقر